بصبح على حضراتكم مرة تانية ولسه بنكمل فقراتنا في نهارك سعيد ودوقتي جمعاتنا مع اخر فقرة اللي بتكون معنا كل يوم اربع وحديث الاربعاء اللي بنتكلم فيها على اهم الاحداث اللي بتشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الاسبوع اللي فات ومفيش حاجة اهم من احداث ستاد بور سعيد وما تابعوه من احداث حوالين او في محيط وزارة الداخلية ومبارح جلسة مجلس الشعب اللي بعتقد ما فيش حد في مصر ما تابعهاش ومن الظواهر اللي بعتقد كلنا سعداء بيها بعيدة لان احنا سعداء بنتائج مجلس الشعب او لا سعداء باغلبيته او لا بس تكون ان كل فئات الشعب كانت بتابع جلسة امبارح بكل اللي فيها بعتقد ان ده شيء ايجابي وحنا بنحاول يعني ندور على الحاجات الايجابية في حياتنا اليومين دول اخرونا نرحب بديوفنا اللي بينورونا النهاردة علشان نشوف ايه اللي حصل ونشوف كمان احنا ممكن نبقى رايحين فين مع ديوفنا اللي معانا في الستوديو النهاردة في نهارك سعيد وهبتدي بلاديز فرست عشان نبقى منحازة كده من اولها في شرافنا يكون معانا استاذة سامية جهين المدونة نهارك سعيد معانا كمان استاذ ايمن الصياد رئيس تحرير مجلة وجهات نظر نهارك سعيد يا فان انا بس عايز اقولك ان انا اكثر منك تحيزا يعني اولا للجنس الاخر ايوة وبالتأكيد لسامية لسامية جهين فيعني لا تقلق من هذا من اولا بسيح خلونا نبتدي من اخر الحاجات اللي حصلت يعني مش حايزة نرجع للاسبوع اللي فات ويوم الاربع اللي فات الاربع الدامي واتناقش في تفاصيل احداث استاذ بورسعيد فحايزة بتدي بتقرير لجنة تقصي الحقائق اللي عملها مجلس الشعب ومبارح طلعت التقرير وطلعت بعدد من التوصيات فانعايزة الاول اسأل حضرتك استاذ ايمان تقول لي شايف المسألة دي زي هناك اكثر من ملحوظة على هذا الكلام اولا لم يأتي في تقرير او لم يأتي هذا التقرير على الاطلاق مصرا انا ليس لي علاقة بالنتائج لكن ما جاء في التقرير لم يخرج ابدا عن ما كان يقوله الناس الشارع وما كان يقوله المتظاهرون وما كان يقوله كل المعتاردون وفيه رد على السؤال المحوري الذي ترد طيلة القطر الماضي لماذا يذهبون الى وزارة الداخلية؟ لماذا يتظاهرون لدى وزارة الداخلية؟ ببساطة التقرير الصادر من نواب الشعب في هذه الاجابة وهذا ما يعنيني وهذا في منتهى الاهمية لانه للأسف الشديد كانت هناك دائما محاولات للفصل بين نواب الشعب والمفتاد أنهم نواب الشعب والشعب الذي من المفتاد أن هؤلاءهم نواب الان بهذا التقرير توضع الأموم في نصابها ما قاله التقرير هو ما كان يقوله الناس ومرة اخرى التقرير يجيب عن السؤال المحوري لماذا يتظاهرون لدى وزارة الداخلية؟ هذا هو الجانب الحسن في الصورة المشكلة تكمن في ما يمكن في النتائج هذا التقرير بالأسف الشديد الاعلان الدستوري لا يعطي للبرلمان خسب النصوص لا يعطيه حقا صحب الثقة من هذا الوزيع أو من غير أو من رئيس الوزراء هذه هي مشكلة ولكن لو سألتني ألا يستطيع البرلمان أن يفعلها يجيب يستطيع أن يفعلها رغم أن الاعلان الدستوري لا يعطيه هذا الحق إن كان برلمانا ثقوريا بالضبط لماذا؟ لأنه مرة أخرى نحن الآن لا ينبغي أبدا أن تحكمنا المفاهيم التي حكمت موافعة المحامي في الديب في المحكمة أستاذ أم بطلب من حينك منقول تفاصيل وإحنا بنتكلم لأنه إحنا كنا نتكلم فوق في الكلام ده فحضرتك تقريبا التفاصيل وكأنك عملت حساب الناس سمات اللي إحنا قلناه في الأول فإحنا نكلم تاني التفاصيل ببساطة نحن الآن دستوريا هناك إعلان دستوري الإعلان الدستوري حسب نصوصه لا يعطي للبرلمان حق سحب السور وده تحديدا لأنه في توصيات لجنة تقصي الحقائق من ضمن التوصيات سحب الثقة من وزير الداخلية أهم توصية في الأهم مما يوصي به هذا التقرير هو ببساطة أنها يحمل وزارة الداخلية المسؤولية إذا حملها المسؤولية نحن نتحدث عن 77 من المصريين ذهبوا ضحارة لهذا الحادث بالتأكيد أن نتفق بداية هل نحن بصدد يعني لابد أن نتفق على تعييف ما جرى في 25 يناي ثورة أم مجرد جماهير نزلت إلى الشارع فريد الديب في مرافعته قال يعني استند في مرافعته أهم نقطة سند فيها في مرافعته إلا أن القانون وهو على حق في هذا القانون يقول نصا أن إذا تجمع أكثر من خمسة أفراد في مكان ما يسمى ذلك تجمهرا ويحق لرجال الضبطية القضائية أي لرجال الشرطة فضل هذا التجمع هذا صحيح موجود في القانون ولكن عندما تقوم الثورات يصبح الأمر مختلف لأن الثورة في حد ذاتها 25 أو أي ثورة تقوم لماذا؟ ماذا تستهدف الثورات؟ تستهدف قلب نظام الحكم قلب نظام الحكم إذا فتحنا أي قانون في العالم سنجده جريب يعاقب عليها القانون إذن ببساطة من غير المستساخ عندما نعترف بأن ما جرى الثورة أن نعود إلى مواد القانون هذا لا يصلح لهذا شريعت ولهذا عرفنا محاكم الثورية ولهذا عرفنا الشرعيات الثورية ولهذا عرفت المجتمعات كلها أنه عندما تقوم الثورة يكون لها شرعيتها المخالفة إذا عدنا إلى لجنة تقصي الحقائق نعم الأعلان الدستوري لا يعطي حقا في نصوصه للبرلمان أن يسحب الثقة ولكن هذا البرلمان لأنه برلمان ثورة وليس برلمان اعتياديا يأخذ حقوقه ويأخذ صلاحياته الإعلان الدستوري لا يعطيه أصلاً أيات صلاحيات بالمناسبة لا يعطيه صلاحيات الاستجواب لا يعطيه صلاحيات صحب الثق لا يعطيه أيات صلاحيات إذا التزمنا بموافع الإعلان الدستوري فهو موجود ديكوراً فقط لغاية ولكني أظن أن بوسع هذا البرلمان أن ينتزع حقوقه لأنه برلمان الشعب ولأننا الآن في مرحلة انتقالية عندما يكون لدينا دستوراً دائماً يصبح لك الذي حدث حديث طيب سامية بما أنك أحد البلطاجية اللي موجودين في أحداث محيط وزارة الداخلية أعطي تقرير لجنة تقاسي الحقائق ضمنية قال ليه الناس موجودة هناك بس أنا عايزة أعرف أنت كنت ليه وآخرين كانوا ليه موجودين يعني إدينا مفاهيم من حد كان في الحد أنا حرد لك على السؤال وفي نفس الوقت حكم يعني حاخد من حديث أستاذ أيمن لأنا دايماً ببقى سعيدة لما بيبقى معايا واضح ومفصل وأنا ما بعرفش أقولي حاجات غير بالبلدي أنا بالنسبة لي ترجمة الكلام اللي قاله أستاذ أيمن بالبلدي أنه النظام لم يسقط النظام كما هو فبالتالي ممارسات النظام زي ما هي والآلة القمعية للنظام زي ما هي والفساد زي ما هو فاللي حصل يوم أستاذ بورسعيد اللي هو أنا بعتبره بمنتهى الوضوح يعني مؤمرة واضحة من ضمن سلسلة طويلة لتشويه الثوار والقضاء على الثورة ويعني دخلها في سلسلة طويلة جداً بدأت بتشويه 6 أبريل وتشويه شباب أفراد زي علي عبد الفتاح وزي نورا نجم وزي 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 وتشويه الألترس إنه دي حملة بدأت من قبل ما يهجموا عليهم بأيديهم كانوا بيهجموا عليهم بلسانهم وطبعاً تم استغلال مسألة الاحتقان اللي موجود أصلاً ما بين جمهورة بورسعيد فبالتالي حدث ما حدث فالناس نزلت لأنه الناس غطبانة يعني من المنتهى البساطة الناس نزلت عشان الناس غطبانة والمواطن المصري انتزع حقه في أن يعترض بالدم يعني إحنا مات شهداء كتير جداً وناس كتير جداً اتعذبت وناس كتير جداً فقدت عينيها وناس كتير جداً اتصابت عشان أنا النهاردة لما أعوز أنزل أعترض في أي مكان في مصر أقدر أنزل أعترض اعتبار أنه الناس نزلت هاجم الداخلية ده كانت يعني حاجة دحكتني جداً في الحقيقة لأنه فعلاً دحكتني مش يعني حسيت أن أنا عايزة رد لا هي دحكتني ليه لأن إحنا كنا عند وزارة الداخلية يوم 9-9 مش بس 9-9 يوم ذكرى خالد سعيد عمل وجرافيتي وش خالد سعيد على مبنى الداخلية لو كنا عايزين نقطحم ويومها ما كنا نقطحمناه يعني المسألة ما فيهاش أي منطق يوم 9-9 الألتراش نفسهم كانوا موجودين وكانوا بيهتفوا هتفهم الشهير بتاع العدل بتاعكم قدام وزارة الداخلية قدام باب وزارة الداخلية فبالتالي حجت أنه الناس دي كتريحة تقتحم وزارة الداخلية فأنا أضربهم في شارع منصور اللي هو يبعد يعني شوفي قد إيه على الخريطة من وزارة الداخلية عبد وطبعاً برضو أحب أضيف أنك علشان قلتي أن أنا كنت موجودة طول الفترة اللي فاتت في محمد محمود ده للأسف شرف لم أأخذه بالكامل لأنه أنا عندي بنت صغيرة ومش بقدر أنزل طول الوقت إذا كنت موجودة من أول يوم وبنزل وبروحه باجي ده ترى أنه طبعاً كل أصدقائنا ومن نعرفهم من شرفاء هذا الوطن دايماً بيبوا موجودين حتى وإن كانوا معترضين على يعني في لحظة معينة كلنا كنا بنقول كفاية تعبنا من الموت وكفاية دم وعايزين نرجع الناس دي مسألة نرجع الناس دي برضو كانت عبثية بالرغم من أن أنا متصقة معاها وأن أنا مش عايزاهم يشضلوا واقفين في مواجهة الأمن إلا أنك لما تروحي وتلاقي واحد وياخد خرطوشة في راسة وتقولي له طب تعالى نرجع وراء ونستنى ونشوف إيه اللي هيحصل فيقولك لأ لما طب تعالى المستشفى الميداني خيطها قفلها بس لما جيب حق اللي مات فحتقولي له إيه يعني وكمان اللي عبثي أكتر من كده هو أن كل مرة بيطلب مننا إحنا إن إحنا نوقف نزيف الدماء في حين إن إحنا هم اللي عندهم هذا القرار وقت ما بيقرروا يبطلوا يقتلون بيبطلوا يقتلون أيام أحداث محمد محمود الأولى قبل الانتخابات بساعات توقف إطلاق النهار مبارح توقف إطلاق النهار عشان انتخابات الشورة يعني هو نفس السيناريو شوفي أنا عايز أتطلق من نقطة اللي قالتها قالت سامي قالت كلمة في منتهى الأهمية في منتهى الأهمية خلينا نتفق إنه بالتأكيد الجميع محما كان الجميع سواء اللي وقفين قدام الوزارة ومنها المفترض اللي جوره الوزارة وبالتأكيد اللي تحت البرلمان هم مش عايزين استمرار لنزيف الدماء أي حد عايز مصلحة هذا البلد بالتأكيد مش عايز استمرار هذا التوتر هي قاية كلمة كلمة مفتاح قالت لما يجيب حق اللي مات ببساطة بالغة اللي بيسأل ليه كل إضافة حاصل لازم يسأل نفسه الأول الناس ماتت من يوم 28 يناير 2011 2011 نحن نتحدث ونحن في شهر فبراير 2012 هل هناك حد من اللي مات جاء حقه لم يحدث في العالم يعني في التاريخ وفي الشرائع السماوية في كل شيء إذا لم يأتي الحق عن طريق القانون الذي يحدث أن الناس تنزل إلى الشارع تحاول أن تأتي بحقها بيديها ببساطة إذا كان هناك حكمة لابد أن نبحث عن السبب هنا تلافاه هل من الوارد أن أصحاب هذا الحق يتوقن حقهم لن يتوقوا حقه لأن أصحاب هذا الحق متنوعين يعني ليسوا فرضا مثلا واحدا نستطيع أن نقنعه لدينا أكثر من ألف فقدوا أرواحهم وهناك يعني جرحة وهناك هناك العديد من المشاهد ببساطة الذي يريد الذي يتحدث عن الاستقرار لا أحد يقرأ الاستقرار بالمناسبة ولكن أين هي العناصر الاستقرار الذي يريد الاستقرار فليعمل عليه لابد أن أشيه هنا إلى الآن يقولون يقولون هذه القضايا أمام القضاء أو هذه الأمور أمام القضاء ننسى نقطتان مثلا في أحداث في كل الأحداث التي جاءت منذ خمسة وعشرين حتى الآن المنظوء أمام القضاء أو منظوء أمام النيابة أو المتهمون أمام النيابة هم فقط الذين كانوا في الشهر وليس الذين أطلقوا عليهم رصاص يعني من اللافت للانتباه مثلا نجد أن في تحقيقات محمد محمود قائمة الاتهامات لا تشمل على إطلاق لا تشمل إطلاق القتل لكن هناك قتلة إذن الجريمة التي يجب أن نبحث عنها ليست هي مقاومة السلطات الجريمة الأهم هي من قتل من يعني في أي مجتمع أو في أي دولة يتحدثون نمسا عن مؤسسات الدول الدولة بالتعريف تعني أن هناك ديليجيشن هناك تفويض لمؤسسات تقوموا أدوار معينة إذن إذا كنا نتحدث عن دولة فمن الدورة أن هناك مؤسسات هي التي من مهمتها أن تأتي لي بمن ارتكب الجرم لا يصلح في دولة ما أن يأتي المسؤول ويقول أنا لم أطلق الرصاص هذه ليست وظيفتك أنا كمواطن أقول أنا لم أطلق الرصاص لكن وظيفتك أن تأتي لي بمن أطلق الرصاص لا يصلح أن تقول لي لا توجد قناص يا سيدي أنا مالي من مسؤوليتك أن تأتي لي بالجاني هكذا نعرف المؤسسات يعني هرجع كلم كمان على فكرة الطرف التالت والآذي الخفية والصوابع الشئية والكلام ده مثلا أنا عايزة أسأل سامي مجلس الشعب كان فيه كلام على أنه يطلقوا يد الداخلية أصلا فإنهم يطلقوا بقى الرصاص هم أصلا تقول الوقت بينفوا إنما بيطلقوش رصاص ولا خرطوش للإسلام السياسي كانوا موافقين ومتضمنين مع هذا القرار أنا هزي عرف المدونين والنشطاء السياسيين شافوا هذا القرار إزاي في حين أنه النظام القمع السابق اللي الناس قامت بثورة ضده ما قدرش يطلع بهذا القرار حتى وإن كان بينفزه بس ما قدرش يطلع به القرار ما قدرش يطلع به بتشريع يبيح هذا الفعل أنا يعني هو طبعا شيء حزين جدا جدا حزين جدا أنه فيه أي مواطن مصري سواء تحت القبة أو برى القبة شايف أنه من حق الدخلية أن تمارس العنف مع المواطنين ومع المتظهرين ده بدء الحاجة التانية هي أن أنا بشوف ده فشل هو فشل هم مش لقين طريقة أو يعني مش عايزين يلاقوا طريقة يحلوا بيها المشاكل فالطريق السهل هو لم الناس دي اقمع الناس دي زي ما فيه كتير جدا كانوا بيقولوا كده من أول يوم من 25 يناير 2011 فهو شيء حزين وينم عن فشل وينم عن استسهال وأنا بعتبرها في الحقيقة جريمة في حق المواطن المصري لأنه زي ما قلتلك المواطن المصري انتزع حقه في التعبير بالدم وما فيهش حد في الدنيا حيقدر ياخد منه هذا الحق وكون أنه فيه أي حد شايف أنه المواطن المصري لازم يخير ما بين أمنه وكرامته دي مصيبة مصيبة فعلا يعني حتى لو كان افترضنا حسن النية أنه هؤلاء النواب بيقولوا احنا عايزين الناس دي تمشي عشان عايزين أمن بس هنفترض بس أنهما غرضهم هو الأمن فالأمن مش لازم يبقى في مواجهته أنه الناس تفقد كرامتها ويعني الأمن ممكن يجيب طرق تاني وده يخليني يا سامية عايزيني تكلميني شوية عن المبادرات اللي لي علاقة بهذا الشأن اللي تحديدا حتى وزير الداخلية وآخرين يعني بيكلموا على أنه أصلا لو الداخلية تدخلت هيقولوا أنها هي اللي بتنوت المتظهرين فإنما نبعد يقولوا أنه نحنا تقعصنا عن دورنا عبدا وكأنه هنا برضه وهيظل الخيار بين أن أنا أمنك بطريقتي أو أن أنا أسيبك لوحدة بس أنت جبتي اللي فيها هو ده المفيد أنه يا أمنك بطريقتي يسيبك تتعذبي أو أسيب البلد في فوضى ده عبس ده عبس ده كلام أطفال يعني فيش حاجة اسمها كده فيه أولا إحنا يعني مش جداد في العالم العالم حصل فيه ثورات وحصل مبادرات كتير لإعادة تنظيم وهيكلة الدولة بكاملها مش بس مؤسسة من مؤسساتها زي الدخلية من 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 فبراير حتى مش من مارس 2011 تم طرح مبادرات كثيرة جدا 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 لإعادة هيكلة الدخلية ومنها مبادرة مهمة جدا اللي هي مبادرة شرطة لشعب مصر وقال حينة وقلنا هي عاملة زي مبادرة طبعا أنا مش حارف أتكلم في تفاصيلها كلها لكن هو أنه في خطوات سريعة ممكن يتم اتخاذها وخطوات طويلة الأمد لإعادة هيكلة الدخلية من أهمها أنه يجب معاقبة المسؤولين عن الفساد داخل المؤسسة والمسؤولين عن العنف تجاه المتظاهرين وده بيتم بطرق عديدة جدا ممكن أي حد يخش عن ناتي يكتب مبادرة شرطة لشعب مصر حيلاقي التفاصيل موجودة ومكتوبة بشكل رائع جدا علشان نقدر نوصل لعدالة انتقالية ومن هنا برضو أستاذ أيمن السيد ميكي كلم أحسن مني في النقطة دي أنه مبادرة شرطة لشعب مصر دي جزء من العدالة الانتقالية دي أنه المرحل الانتقالية بعد الثورات لازم يتم فيها عدالة عشان الناس تثق أنه الثورة دي على الطريق الصحيح وأنه حقوقها حتيجي ما حصلش أي حاجة من ده بل شفنا عكسه أنه ضباط في السويس خدوا براءة الضباط اللي قتلوا الناس في السيدة خدوا براءة فالناس ما عندهاش ثقة ما عندهاش أي ثقة في أن اللي بيحصل ده على الطريق الصحيح ففل أنت بتريد فيه كذا نقطة بس أنا قبل ما أتكلم عن العدالة الانتقالية أنا عايزة أتكلم على فكرة الثقة في القضاء وأنه الناس بتطالب بعزل النائب العام وفي نفس الوقت القضاءية تقولك أنا عندي تفاصيل قضية ما تخلنيش أحكم على حد أنتوا عايزين ظلم أو عايزين عدل يعني هذا الأمر يعتبط كلية باللي حتى كنت بتقوله السامية سواء كان على العرضات الانتقالية أو حتى باللي كنت بتقوله والسؤال أنت ترحتيه الخاص بأنه هناك من أعضاء البرلمان من فكر أو طالب بمراجهة عنفة للمتظاهرين كل هذا الأمر كل ما يجري يعكس ارتباك ما رده أننا لم نتفق على توصيف ما هو جاري مرة أخرى هل نحن بصدد قوانين موجودة أم بصدد ثورة موجودة هذه هي المشكلة مثلا حق الدفاع عن النفس مكفول يعني بالتأكيد وحق التظاهر السلمي مكفول أيضا إذا افرادنا أن المتظاهرين سيقتحمون وزارة الداخلية أن نحياة القانونية البحثة يحق للأفراد المنطبهم الدفاع عن هذه الوزارة استخدام كل الأساليب للحائلون دون ذلك هذا صحيح ولكن مرة أخرى هذا شأن من يتعامل مع جزئيات الأمور إذا نظرنا للمشهد بشكل أوسع يتطلب المشهد حكمة سياسية تبحث أولا لماذا يذهب الناس ليهاجموا وزارة الداخلية هذا في البداية القوانين لا تنشأ في فراغ تنشأ في سياق إذا لم يكن في التاريخ ربما لا تعلمنا ذلك يحكي التاريخ تاريخ ابن إياس أن المصريين في عام من الأعوام كانوا يصطادون الناس من الشوفات ليأكلونهم لماذا يحدث ذلك لأنه كانت هناك مجاعة يعني دائما لابد أن ننظر إلى سياقات الأمور على الساسة أن يتعاملوا سياسيا وليس فقط أن يبحثوا في مواد القانون إذن إذا بحثنا سياسيا لابد أن نرى لماذا يذهب الناس مرة أخرى كان لدينا ثور أو على الأقل من يعترف أنها كانت ثور في 12 فبراير نزل الشعب المصري كله إلى الميادين ونظفها لماذا من الذي أهضر هذه اللحظة ووصل بنا إلى هذا المكان ما هي السياسات التي أوصلتنا الآن إلا أن هناك هل في 12 فبراير كان هناك من يفكر في مهاجمة الداخلية هل المشاهد التي أرناها لاستقبال جنود قوات المسلحة بالأحطان وبالوود هل كان هناك من يفكر لحظتها أنه سيارى مشهد صح لألفتاه في الشارع وتعريتها لم يكن أحد يفكر في هذه المشاهد يعني لابد أن نبحث عن أو على الساسة وعلى يعني أصحاب رأي مثلنا أن يبحثوا عن المنابع التي تؤدي إلى هذا الاحتقال بدلا من أن يتعيضوا للقشور مثلا عودة إلى قضية النائب العام وكلام وما إلى هذا نعم القانون طبعا يعطي حصانة للنائب العام ونحن أي يعني داعين للديموقراتية لابد أن يتمسكون بحصانة النائب العام لأنه ببساطة إذا كان في وسع السلطة التنفيذية أن تقيل النائب العام في أي لحظة لن يكون لدينا استقلال قضاء هذا صحيح ولكن إذا عدنا للمسألة سنجد مثلا أن قانون استقلال القضاء الذي كان يجب أن يصدر القضاء المصري أو الباحثين عن استقلال القضاء ظلوا يطالبون به من عام 2006 دونما جدوى وربما نذكر جميعا مشهد سحل أحد القضاء أمام نادي القضاء في وسط القاهرة في شراء عبدالخالق ثروت من رجال الشرطة التي الآن نتحدث عن حمايتها يعني سحله رجال الشرطة وأصيب بقصور مضاعفة ببساطة لأنهم كانوا طالبون باستقلال القضاء نحن قانون استقلال القضاء يعني مثلا دعينا نتذكر صدرت قانونين عديدة من المجلس الأعلى قوات المسلحة الذي له سلطة اصدار القانون وقانون متعجلة منها قانونين صدر عشية اجتماع مجلس الشعب قانون استقلال القضاء لم يصل إذن المسألة معقدة للغاية نعم نحن مع حصنة النائب العام ولكن الآن نحن في مرحلة انتقالية كان ينبغي يعني معها تغيير كل هذه المؤسسات والبداية بداية أخرى هذا ما ينبغي يعني أن يكون التفكي فيه في الأمور العدالة الانتقالية ربما لا يكون هناك وقت متسع نعم للحديث عنها ولكن نحن لن نختارع العجلة كل الدول التي انتقلت من أنظمة مستبدلة إلى أنظمة ديمقراطية هناك معي معينة ولاك خطوات معينة لابد أن تتبعها العالم عملها ونفعت وكده صح؟ بالضبط يعني نحن لنبتكر هي موجودة في الكتب هو مش هينفع من غيرها وأي شيء آخر إذا لم تتتبع هذه الخطوات بغطة الأخرى هذا ليس رأيا في هذه الحالة ونمأ هذه حقائق إذا لم نتتبعها سنصل إلى ما نحن فيه الآن بس عندي حاجتين عايزة أتكلم فيهم واحد هو المخطط الخارجي اللي احنا بنعاني منه وبقالنا فترة سامية وليلي الأول إيه؟ إيه؟ ما عنديش سؤال بسراحة بس إيه؟ هو الحقيقة يعني برضو يعني هو مش ده مش نفس الكلام اللي كان بيتقال من أول يوم هو مش أول يوم التهم والصوار إنهم بيتلقوا تمويل خارجي وخارجي ومنقبط بليور وعملنا نوكت وأجندات وكنتاكي يعني هو نفس الكلام وأول ما الصور أول ما تنحى مبرأة أو يعني أول ما تخلع يوم 11 فبراير بقوا الناس دول الورد اللي فتح في جنان مصر أول ما يعني هما نفس الناس اللي كان بيتقال عليهم بلطاجية واللي ماتوا قدام لإسام وبقوا الورد اللي فتح في جنان مصر فهو ده استمرار لنفس المنهج وحتلفية تلفية وترجعي لنفس نقطة إنه النظام لم يسقط والنظام بيفلفص النظام ضحى بجزء منه لكي يبقى كما هو وبيفلفص بيفلفص عشان يبقى كما هو وموضوع الأيادي الخارجية ده جزء من الورقة اللي بيلعبوا بيها كل مرة وبدأت تطال كل الناس يعني طالت المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وكل الناس يعني هيدلوقتي بالطول كل الناس شو بإيجاز شديد في هذه القضايا إيجاز شديد جدا جدا هناك معلومات لا يعني حتى لا تصحق إنها تتقال لأنها معلومات معروفة مش محتاجة يعني منذ بدء الخليقة ودائما للدول أو للأفراد مصالحها قبل الدول ثم للجماعات ثم للدول لكل دول مصالحها الخاصة وكل دولة تعمل من أجل مصالحها لا جديدة في الأمر شيء طبيعي للغاية أن كل دولة تعمل من أجل مصالح مصر لديها مصالح ليست بالدورة متطابقة مع مصالح السودان التي هي جرتها ليست بالدورة متطابقة مع مصالح ليبيا لا ضرر في ذلك وكل دولة تعمل على أجل المصالح في السياسة نأخذه يعني إذا كانت هذه المصالح تتفق مع مصالحنا نسيه في نفس الاتجاه أو نتعامل معها حسب التكلفة حسب كلفة اتخاذ القرار هذا رقم واحد أما بقى بالنسبة للمؤامرة بالنسبة للمؤامرات وما إلى هذا أخشى أن أقول الآتي أي حشيء أن نويح أنفسنا ونقول إنه الشيطان حد بران إنه الشيطان إنساني يعني حتى في يوم القيامة يأتي الإنسان أمام ربه ويقول مش أنا رب هذا الشيطان هذا لا يعفيه من العقاب ببساطة السودان سودان البشير الذي كان إسلاميا بالمناسبة ظل يردد على مدى سنوات أنها مؤامرة غربية لتقسيم السودان هي مؤامرة غربية ما الذي جار في نهاية المطاف دفع الثمن استفتاء نزيه خرجه بنتيجة 98.23% 98% من أهالي جنوب السودان اختاروا الانفصال لماذا؟ هذا خطأ في السياسات وليس مؤامرات غربية باختصار الأسهل أن نقول أنها مؤامرة ولكن إذا استسهلنا وقلنا أنها مؤامرة سنتفع الثمن لابد أن نبحث داخلنا عن الأسباب الموجودة داخلنا في جملة ختمية أستاذة سامية جهين في دعوات للإدراب العام أو العسلان المدني يوم السبت اللي جاي أو ابتداء من يوم السبت اللي جاي أنا برضو مش عارف هو يوم واحد ولا كذا يوم لأن الدعوات مختلفة بنسبة فحليك شايفة أنه ده الحل الوحيد ولا شايفة أنه ده هيدخلنا في كوارث أخرى لا أنا شايفة أنه ده يعني خطوة بنجربها ببساطة يعني أنه مش بالضرورة هي تكون الحل السحري ومش بالضرورة نعرف نعملها ولكن أنا مع أي طرح غير أن إحنا نموت في الشوارع مع أن أنا بنزل كل مرة مع الناس وبقوا وقدر حقهم في أنهم يعملوا ده بس لو فيه طرق أخرى نجربها وخصوصا مهتمة جدا بمسألة الطلبة اللي خدوا المبادر المبادر لأنه الطلبة كانوا معزولين طول الأربعين سنة اللي فاتت عن الحياة السياسية وكونهم دلوقتي هم نفسهم بيفكروا طلبة سنوي وإعدادي وجامع أنهم يقدروا يعملوا حاجة وهي ده الحاجة الوحيدة اللي يقدروا يعملوها فده في حد ذاته أنا شايفة إيجابي جدا طيب أستاذ أيمان أنا يعني أحب أن أنظر للأمر مرة أخرى من وزاوية التحليل أنا أنظر إلى هذا الأمر على أنه بمنطقة البساطة يدل على أن ما زالت هناك طب نتفق أو نختلف مع الخطوة أو تؤتي يثوموا نها النتائج أو لتأتي هذه قصة أخرى ولكن هذا يدل على أن ما زالت هناك جذوة موجودة في الشاعر ينبغي أن ينتبه إليها صاحب القرار باختصار من يعتقد أن هذه الثورة قد انتهت عليه أن يعيد النظر ويعيد التفكير وعليه ببساطة بالغة أن حتى حتى الباحثين عن الاستقرار حتى الذين يسمونه بالأغلبية الصامتة أو أي مكان الذين يبحثون عن الاستقرار ينبغي أن يبحثوا بداية عن اتفاق مواضع الالتهاب ومواطن الاحتقار اسمحي لي بنقطة صغيرة قبل أن تقفل أنا عارفة أن وقتنا خلص بس أنا مقدرش أكون على الهوى وما قلش ده أنه برضو من مظاهر استمرار الآلة القمعية واستمرار حمل التشويه للثوار واستمرار عنف النظام تجاه هذه الثورة عموما أنه فيه شباب أمثال أحمد دومة وشيكة ومهند مصلحي اللي هو شاب كان مصاب في أحداث مجلس الوزراء وتم اعتقاله وهو مصاب وجات له جلطة في الحبس لأنه مونع عنه الأدوية الحاجات دي لسه بتحصل الحاجات دي لسه بتحصل والشعب المصري لازم يعرف أنها لسه بتحصل وأنها ممكن تطول أي حد الشباب اللي بيتقبض عليهم في الشارع ده مش بالضرورة يبقى واحد أول مبارح كانوا بيدربوا في سوق باب اللوق في باب اللوق بعيد تماما عن عن أحداث وفي ناس اتخذت يعني ممكن أي واحد يمشي في الشارع يحصل له كده فإذا كنت أنت ترضى أن ابنك يمر بدا علشان أمنك النهاردة في جلسة لدوم بعتقد أنها ساعة بدأت تقريبا فبعتقد أننا نحاول نتابع أحداثها بكرة مع الناس مرسي جدا أستاذ سامية جهين المدونة شكرا جزيلا على وجودك معنا أستاذ أيمن السياد رئيس تحيير مجالة وجهة نظر شكرا جزيلا على وجود حكم خلصت حلقتنا النهاردة بكرة حلقة جديدة ويا رب يا رب يبقى نهار سعيد